أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا الموافقة على إعطاء الجرعة المنشطة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا لكبار السن البالغين من العمر الستين عاماً فما فوق ومن يعانون من أمراض نقص المناعة ممن أكملوا ستة شهور من أخذ الجرعة الثانية من تطعيم فيزر بيونتيك أو تطعيم كوفشيلد أسترازينيكا موسيقى موسيقى